شكرا شكرا جزيلا مصطفى مشاهدين التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت كيرينتش موجز جديد لآخر وأهم الأنباء أتيكم عبر شاشة التلفزيون المصري فأهلا بكم أكد رئيس عبد الفتاح السيسي أن حرب أكتوبر ستظل حكاية ملهمة لن تنتهي وأن النصر الذي تحقق كان وراءه إرادة شعب كامل رفض الهزيمة وتحدى نفسه والظروف وأضاف الرئيس السيسي خلال احتفالية اتحاد القبائل والعائلات المصرية حكايات الأبطال لمناسبة ذكرى انتصالات أكتوبر أن الظروف التي تعيشها مصر الآن أشبه بتلك التي عاشتها البلاد بعد حرب 67 لكن إرادة الشعب المصري تجاوزت البلاد المحنة لفت الرئيس السيسي إلى أن إرادة الشعب المصري ورفضه الوضع القائم وإصراره على النصر هو السبب في تحقيق الإنجاز منشيرا إلى حجم التضحيات التي دفع ثمنها المصريين في الحرب والسلام على رأسهم الرئيس الأسبق محمد أنور السادات والذي أنجز مهمة كانت سابقة لعصرها تلقى الرئيس عبد الفتاح حسيس اتصال الهاتفية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تنول التصعيد الجاري في الشرق الأوسط وسبل الحد منه وتعزيز مسار التهدئة وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية رئيسين أكد ضرورة ضبط النفس ووقف دائرة الاستهدافات المتبادلة التي تضع منطقة الشرق الأوسط بأسرها على حافة خطر الحرب الإقليمية والتي تهدد مقدرات جميع شعوب المنطقة في ذلك الإطار استعرض الرئيسان الجهود الجارية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة وبكميات كافية كما شدد الرئيسان على ضرورة احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه مؤكدين دعمهما لمؤسسات الدولة اللبنانية كما شهد الاتصال تأكيد عمق العلاقات الاستراتيجية ما بين البلدين وحرصهما على استمرار التعاون في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية استشهد عشرة فلسطينيون فيما أصيب آخرون بجروح في قصف للاحتلال الإسرائيلي لمنزل يأوي نازحين في مشروع بيت لاهية شمال القطاع غزة كان أكثر من 35 فلسطينيين قد استشهدوا بينهم نساء وأطفال فيما أصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال مربعا سكنيا يضم خمسة منازل على الأقل قرب الدوار الغربي في بلدة بيت لاهية حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهنوم حذر من أن الوضع الكارثي في شمال قطاع غزة الذي تدمرته الحرب وأضاف أدهنوم أن نقصا خطيرا في المستلزمات الطبية يضاف إليه وصول محدود للغاية إليها يحرمان سكان القطاع من العلاج الحيوي فيما أشار أدهنوم إلى مستشفى كمال عدوان آخر مستشفى لا يزال يعمل في شمال قطاع غزة الذي هاجمته القوات الإسرائيلية يوم الجمعة قتل ستة لبنانيون فيما أصيب آخر بجروح قراء قصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة جديدة مرجعيون جنوب لبنان وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن عددا من اللبنانيين أصيبوا إثر قصف طائران الاحتلال أطراف بلدة الزرارية فيما شنت طائرات الاحتلال سبع غارات على ضحية الجنوبية في بيروت وغارة على محيط مدينة الهرمل قالت وزارة الدفاع الروسية أن وحداتها للدفاع الجوي اعترضت 13 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أجزاء من جنوب ووسط روسيا على مدى ساعتين يوم السبت وذكر بيان للوزارة أن الدفاعات الجوية أسقطت أربع طائرات مسيرة في كل من بيلجورود وليبستيك وأوريول ومسيرة واحدة فوق منطقة بريانسك مشاهدين إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذا الموجز عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ولكن بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر